لا تكن لي وحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل لا تكن لي وحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل أمشي شيخ وراًا مشاهدة أمشي شيخ وراًا مشاهدة تعال انجلس اسمعني إيش فيه؟ شفتلك هاشتاك في تويتر عن الرقية الشرعية عارف يضعها في كهسات كده يقولك أنه هذه هي الرقية الشرعية يعني أنت مأخرني نش ساعة عشان موضوعك الفاضي هذا؟ أمشي شيخ وراًا مشاهدة فاضي؟ حبيبي هذولا بيخرجوا الذهب من المشروع الفاضي اللي بتقولي عليه كيف ذهب؟ ذهب كيف؟ أسمع؟ والله عندي فكرة هم؟ إيش رايك؟ نعمل إعلام في الإستجرام عن شريحة حقة الرقية الشرعية إنها تنحط خزانات الموية ونقول لهم إنه هذه الشريحة فيها كل آيات الرقية الشرعية شو شو شو؟ احمي نفسك من الشر والحسد احمي أبنائك من العين والحسد عارف؟ ونجيب لنا شخصية كده على أساسه ولو كانت أم كمان إنها استفادت يعني احمي أبنائك من العين والحسد ضعيها في زمزميتهم وضعيها في سيارة زوجك عارف؟ ولو جبنا لنا خوية نهاني هذا اللي أيوة إنه يعني يعني هو اللي بارك لنا يعني الرقية الشرعية يقول لك وحكيني بعدها عن الفلوس يا معلم اخي في بيت عدوك يا النصب والله يا أخي شوف هي والله هي فكرة إبداعية العميل مستفيد من الرقية وإحنا فلوس فلوس يا صاحبي عارفنا نلعب بالفلوس طيب بابا يلا بينا كم هو مؤلم ومحزن أن الناس تستفيد أو تستخدم وجع الناس لفوائدها الخاصة المجتمع المسلم اليوم وغير المسلم يعاني معاناة كبيرة ببعض الأمراض الجسدية وحتى الأمراض النفسية فتستغل في قضايا متعددة وأصبحت اليوم ملفات مفتوحة حول الجرائم التي يستغلها من يسمي نفسه طبيبا أو يحاول أن يقول أنه طبيب أو معالج بمسميات مختلفة يأخذ شوية دورات أو شوية معلومات أو بعضهم بمسميات وأغطية شرعية دينية من أجل أن يعاني النص ما في إنسان إلا ويبتلى في هذه الدنيا أما بلاء نفسي وأما بلاء جسدي ولذلك يتطلب هذا الأمر عافية طلب المعافاة وأكثر ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسند أيضا ماذا يقول عليه الصلاة والسلام عن المسلم الذي يتطلب العافية ما أوتي أحد بعد اليقين خيرا من العافية يعني بعد ما يكون عندك اليقين بالله والاعتقاد بالله بعد ما أنت مؤمن ما في أحسن من العافية يعني عندك عافية في جسدك وعندك عافية في روحك وعندك عافية في نفسيتك هذا أفضل شيء عندك إيمان وعندك عافية من أوتي هذه العافية هذه الراحة هذه اطمئنينة هذه النفسية هذه السعادة فهو في قمة الأنس الإنسان عندما يتعب عندما يمرض عنده شغلتين عنده شغلة معروفة في الشريعة الإسلامية شيء نزل وحي من السماء على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعرفناه فيه أدوية فيه معالجات نفسية هذه المعالجات النفسية مثل ماذا؟ مثل صلة الأرحام مثل الصدقة مثل الصيام مثل الصلاة مثل الأدعية مثل الأوراد والأذكار هذه تجلب سعادة نفسية تجلب عافية تجلب تحصين تجلب معافاة هذه أسباب شرعية يحمي الله تبارك وتعالى بها الناس فيكون الناس في لحظات بلاء أو في تعب أو في وجع فنذهب إلى كتب الطب النبوي أو نذهب إلى كتب الأذكار فنتطلب العافية بخلال هذه الوسائل الشرعية اللي منزلت عن طريق الوحي وعرفناها في وسائل أخرى هذه الوسائل الوسائل الكونية اللي تابع للتجرب واحد طبيب جرب له شوية دراسات وحصاءات وأعمال فيقول لك والله هذا المرض يعالج هذه الأدوية هذه المعالجات هذه العشاب سواء ما كان منها يسموها شعبي أو ما كان ايش تقني تحتاج تدخلات وتقنيات فالإنسان يتطلب العافية بهذين الأمرين إما بشيء شرعي وإما بشيء توني تونية مع التجربة بينما الشرعي فهو وحي ينزل من الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فتتم بإذن الله المعافى والنبي نفسه عليه الصلاة والسلام كان يتعالج مما يمر به من وجع وكان يقرأ على نفسه كما تروي أم المؤمن عائشة في الصحيح هو يقرأ على نفسه يقول الأذكار على نفسه عليه الصلاة والسلام هذا الفرق بين الإنسان اللي يقرأ على نفسه يقول للآخر الله يخليك إقرأ لي الله يخليك تعال إيش يعني حصني في فرق أنك أنت تبادر وفي فرق أنك إيش تطلب هذا الأمر وهذا هو مفهوم كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن الذين يدخلون الجنة سبعين ألف هيدخلوا الجنة بلا حساب ليش هؤلاء الناس يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب لماذا؟ لأن من صفاتهم ذكر نبي صلى الله عليه وسلم يتوكل على الله ولا يسترقون إيش يعني لا يسترقون؟ بمعنى لا يطلبون من الآخر أن يرقيهم هم بأنفسهم في عندهم كفاء فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه بنفسه هو يقول الأذكار ويقول الأدعية ويقول الأوراد الشرعية فيقرأ على نفسه يتطلب العافية النفسية الجسدية هذه فإذن معنى كلمة لا يسترقون بمعنى لا يطلبون من الآخر ليس معنى أنه ما يجوز لا هو يقوم بهذه العملية هو يبادر هو يتوكل على الله هو يستعين بالله هو يرجو ما عند الله إيش يعني كلمة أصلا رقى؟ رقى معناها الالتجاه التعوذ يعني أطلب من الله عز وجل ألتج إلى الله سبحانه وتعالى من خلال الأدعية والأوراد هذا معنىها كلمة رقى ما أخوذها من إيش؟ ما أخوذها من التعوذ ما أخوذها من الالتجاه تعوذ بالله ألتج إلى الله عز وجل الأطلب منه من خلال دعائه سبحانه وتعالى من هنا العلماء وضعوا ثلاثة شروط لهذه الرقى أنت تبع العافية تبع اطمأنينة تبع الراحة النفسية والجسدية عندك ثلاثة أشياء عندما ترقي عندما تتكلم أول شيء يكون بكلام شرعي من كلام الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الكلام اللي قاعد تقوله أو حتى مش لازم تقول من القرآن مش لازم تكون من السنة ممكن تقول أدعي يا أنت أنت من عندك تقول يعني الله يشفيه الله يعافيه بسم الله تقدس اسمه تقول الكلام الذي فيه كلام شرعي ليس فيه شركيات تشي تقول اللهم بسيدنا الحسين اللهم بسيدنا عبدالقادر لا لا ما تقول أشياء شركية أنت لا تطلب إلا الله سبحانه وتعالى بعض العلماء ذكر شرط ولكن هذا الشرط يحتاج إلى وقفة أنه قالوا يجب أن تكون الأوراد هذه الرقة اللي بترقي فيها تقولها للطرف الآخر تكون عربية باللغة العربية ليش؟ هم قصدوا أنه لا يكون فيها كلام شركي الحقيقة أنك ممكن ترقي نفسك بأي لغة كانت كل اللغات الموجودة في الكون هذا الشرط غير صحيح يعني قول لنفسك أو للآخر أنت قعد ترقي بالأدعية الله يشفي الله يعافي تقدسات أسماء الله تعظم الله سبحانه وتعالى قعد تنفث عليه تقول هذه الكلمات وتنفث عليه بعضها أحاديث وبعضها إيش؟ مش لازم تكون أحاديث ممكن أن تكون من الكلام الذي تحفظه أو أنت تقوله على بديهتك أو تقوله على طبيعتك كما تقوم به مجموعة من الأمهات أو غيرهم فأنت تقول هذه الكلمات بحيث أن تكون شرعية ما فيها شركيات ما فيها استغاثة بغير الله عز وجل وبأي لغة كانت إذا وصلنا إلى هذا الأمر أننا شر ثالث ألا وهو اعتقادك الجازم اللي ينزل الشفاء هو مين؟ هو الله سبحانه وتعالى أنا أقول هذا كلام لا أظن ترى أنا كلماتي وأدعيتي وإني رقيتك وإني قريت عليك خلاص سأشفى زي الأسف الآن أصبحت قنوات فضائية وأصبحت مشروعات وبرامج ودورات وحسابات وفلوس نقرأ لك نقرأ لك بالمجان علما أن الأصل الشريع ما هو أنا أقرأ على نفسي أنا أقرأ على نفسي أتطلب العافية من نفسي أقرأ القرآن أتطلب بالأذكار والأدعية طيب الإنسان في الرقى ماذا سيستفيد؟ استفيد شغلتين الشغلة الأولى في وجع وفي مرض يزول وفي تحصين في سياج أحمي نفسي فيه أنا أحتاج هذه الرقى ليش؟ أحتاج هذه التعوذات هذه الأدعية ليش؟ لشغلتين إما أنا في وجع وإما إيش؟ إما أحصن نفسي ما في وجع الحمد لله أنا في عافيتي وتمامي ولكني أتقوى بالله أتحصن فإذا صارت بعض الإشكالات تجد أنيش؟ قاعد تصد قاعد تمنع فلذلك دورها مهم جداً في حياتنا وللأسف فيه شياطين شياطين جن وإنس ويتأمروا حتى من أقرب الناس إليه اللي يحسدك واللي يحقدك واللي حاول أنك تسقط فأنت تتحصن دائماً به بهذه الأوراد والأذكار النبي صلى الله عليه وسلم علمنا مجموعة من الأشياء الأساسية اللي نقولها مثل في السنن أبي داود عندما يأتي الإنسان الموجع المريض ماذا نقول له؟ يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد سبع مرات وإن مكان الوجع يا فلان يقول الله مكان الوجع هنا في رأسي في يدي في كذا فتأتي وتقول هذا الدعاء أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد اللي جاني شر فيه بلاء ولله سبحانه وتعالى في حكمه قاعد يكفر خطاياي وظنوبي فأقولها سبع مرات فيشفى بإذن الله يخفف عنه بإذن الله وتتحقق الأمور الشرعية أو تقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض اللهم اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين اللهم أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع شوف الدعاء الجميل اللهم ربنا تقدس اسمك أنت اسمك المقدس أمرك في السماء والأرض كما جعلت رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض اللهم اغفر لنا حوبنا وخطايانا أخطاءنا وذنوبنا وما قدمناه إصرارا أو جهلا ثم بعد ذلك تقول اللهم أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع في الصدر في الرأس في القدم في أي جزء في النفس فأنت تدعو بهذه الأدعية الجميلة حتى شوف فيها التهذيب فيها الاستعانة بالله فيها العظمة بالله إذن هذه من الأوراد والأدعية العظيمة الجميلة التي نخفف عنها من ألامنا وأحزاننا ليس شرطا مرض يكون أمر تحصين في بعض الناس ما قاعد تسويه تقول لك طيب فهمناك كلمة الرقية هل ممكن نحن نروح في السيارة ونحط مثلا مصحف نقول لله يبعدنا من العين ويبعدنا من الحسد ويبعدنا من الحقد أو نحط كذا في مكان في البيت نحط بعض الأدوات وفيه بعضها إيش عليها آية قرآنية أو آية الكرسي نسميها بعض إيش بعض التمائم تسمي إيش التميمة هذه التميمة نوعين في تميمة أوراد شرعية وأنت تعرف أن الذي يعافي ويشافي هو الله فتحط مثلا مصحف تقصد به إزالة العين وإنت عندك قناعة عندك يقين أن الله ويشافي فهذه ما فيها مشكلة تكون أوراد آيات لوحات بس من أنت تأخذ اللوحة وتحطها في البيت وتسوي معاصي ومشاكل وخرابيط وبعدها تقول يا رب يا الله شافيني كأنك أنت هكذا لا تتطلب العافية لا أنت تستعين بالله مو تدخل الشيطان جواك وتقول يا رب بعد عن الشيطان طيب ماشي شيطان جواك وانت قاعد سيدا بالشياطين فتستعين بالله وأيضا تستفيد من هذه تصيرية مقوية أنك تضع هذه التمائم بنوعها عبارة عن أدوات في السيارة في البيت في المكتب في المكان العام وتحصن الآخر أولادك والأطفال الصغار ونفسك وأسرتك في عندنا ما ينسميه بيش عندنا الرقة وعندنا التمائم هذه تكلمنا عنها الآن وعندنا الودعة لما تكون بشركيات بعض الكلمات وبعض اللفافات وبعض هذه الأشياء طيب هذه تدخل في ذات المعنى والبعض يقوم بيش بالتولة هكذا ضبطها قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم بيش إنها شرك إن الرقة والتمائم والتولة شرك أوه إن الرقة كما في سنة بداود كيف تحولت هذه إلى شرك لما تكون الرقية بكلمات تمتمات وعبارات وخرابيض من هذا الكلام فهذه شرك لكن تكون الرقية شرعية ما عندنا مشكلة لما تكون عندنا بعض التمائم نحط كذا أشياء لوحات وبعضهم يحط زي كذا أشياء ذات أشكال وجماديات وعليها الأوراد وعليها الأذكار هذه إذا كانت بكلمات الآيات أو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مشكلة أما إذا تغيرت هنا سماها النبي صلى الله عليه وسلم شركا وكذلك التيولة إيش التيولة؟ هي أبارة عن سحر عشان المرأة وترجع لزوجها لاعبين الكرة يقول لك خلينا نقول بعض الكلمات وبعض التمتمات عشان إيش ما يفوزوا ولا كذا هذه كلها سماها النبي صلى الله عليه وسلم من بابي الشركيات وخلينا أقول لكم هذا القصة عشان نفهم المعنى الدقيق الذي نتكلم فيه قبل قرابة يمكن 1423 يعني أحسبوها أو 2013 يعني قرابة 20 سنة وما أكر كان عندي مسؤول في إدارة التعليم جاءني وقال لي والله أنا حصلت عندي مشكلة أنا أعرف هذه المشكلة أنه هو وزوجته وأولاده ذهبوا إلى منطقتهم القبيلة التي هم فيها فانقلبت السيارة فتوفيت الزوجة ومرض الأولاد سالهم يعني مع الحادث للانقلاب ونجا هو بفضل الله سبحانه وتعالى بعد مدة اتصل عليه واحد من دولة إفريقية من دولة إفريقية دق عليه تليفون وقال له يا فلان أنت تعرف أنه زوجتك انقلب بها السيارة وأولادك اللي تكسر واللي كذا وكذا وأنت ربي نجاك فانتبه هذا بسبب عمل في واحد قام بعمل زي قاعدين نقول عليه التولة هذه يبقى يمنعك عن زوجتك فصار البلاء كبير وراحت زوجتك خلاص وانت بكرة رايح لوالدك انت حتروح كان هذه ليلة عيد عيد الأضحى الكبير وانت بكرة حتروح لوالدك فأنا أنصحك أنك ما تروح إلا أن تدفع شيئا تحط فلوس وحديك الآن رقم الحساب إلى فلان الفلاني الشيخ هذا المعظم الكبير وهو سيقول لك أورادا تحميك من الطريق أنت حتروح بالسيارة بكرة ورايح لوالدك بعد الرجال يستغرب فعلا رايح بكرة والدي ولا يعرف هذا القصة إلا أنا وأولادي وما بلغت أحد وأبغاها مفاجئة لوالدي ولا للعائلة هناك الأسرة هناك وزوجته خلاص قلت وفت في الحادث ما الذي أدرى فلانا هذا اللي متصل عليه برقم تليفون خارجي وقال له انتبه ترى ممكن تنقلب بك السيارة وممكن تصير لك مشكلة كبيرة فالمطلوب تدفع بالحساب إلى الشيخ هذا والشيخ هو حيقول الأذكار إيش هذه الأوراد والأذكار؟ مايش هرعية طبعا حيقول هكذا بعض التمائم يحميك بها الرجال حرصوا على زوجته وخوفوا عليها وقال له لو دفعت مرة ثانية أنا حقول لك مين اللي سوى لكم هذا الحادث فبدأ الرجال يتلخبط ورجل متدين وعاقل وعي فخمسين من عمره يريد الله عز وجل أن أكون في مسجد اسمه مسجد الرحمة ووقتها صلاة المغرب كما أذكر وكنت أقرأ قول الله تبارك وتعالى في صلاة المغرب أنا الإمام قلت قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمن وقعد أقرأ هذه الآيات في صلاة المغرب فالرجال هذه الآيات كأنها نزلت عليه كالصائقة بعض الصلاة ناداني وقال للقصة كذا وكذا وكذا كنتم شوف اسمع اجعل تحدي لهذا الرجل مو قاعد يقول عنده تمائم عنده أوراد عنده رقع خاصة به يقول خاصة الرجال يتصل بالتليفون يقول عندي خاصة وترى اسمع لو قفلت التليفون حيسير لك الحادث لو قفلت التليفون حيسير لك الحادث فهذا أخونا في الله قال هسوي قلت لهم أنت مو رجل مؤمن قرأت هذه الآية قل لن يصير قلت خلاص الذي سينصرك وعينك هو الله ارجع إلى الله قال لي طيب هو قال لي لو أغلقت الهاتف حيسير لك حادث قلت له إذا تتوقع هو الذي سيئلك الحادث فقال لله قال لا الله هو الذي يقدر كل شيء أغلق التليفون وفعلا أغلق الهاتف ورح من منطقة جدة المنطقة الجنوبية حوال تقريبا 700 كيلو متر هو جهة جيزان واتصل علي وهو هنا قال لي أنا بخير وبعافية في أقنعني واحد ممكن أن تصل فيه وناس من الجن يصلون إلى السماء الأولى يسترقون السمع هذا الاستراق بعض المعلومات يأخذونها ويغطفونها ويغيرون بها ويبدلون هذه تتحول إلى قضايا شرعية كيف يقول لك نحن نقرى لك نحن نساعدك في الرقية ويستخدمون الدين وأغطية الدين كما يحدث والأسف الشديد في هذا الباب طيب اليوم مع العصر حديث تحولت القضية إلى أجور إلى أموال إيش قضية الأموال هذه يعني فيه واحد يجي يقرأ عليك يقول لك كمان فيه قراء تجي تناديهم ويقرأ عليك في المستشفى الأب المريض الإنسان الوجعان وفي النهاية إيش يأخذ منك أموالا ما حكم أخذ هذه الأموال إيش قضية هذه الأصل أن الإنسان المسلم لا يأخذ أموالا على المنفعة العامة لأخيه المسلم هذه أمور من صدقة إيش صدقة البدن يعني زي ما أعطاك الله عز وجل هذا البدن والمعافية هذه حتى فيها صدقة تساعد المشكين وتساعد اليتيم وتقدم النصرة في سبيل الله يعني في واحد لو أبقى منك حاجة أو في حفرة لقدرها في الأرض تقول ادفع فلوس عشان أساعدك في شيء اسمه عندنا زكاة الأبدان أنت يجب أن تزكي عن هذا البدن الذي أنت فيه فمن ضمنها أن تذهب وتقرأ بماذا إيش يعني تقرأ تساعد الآخر تقرأ وتقول له الأوراد والأذكار لأنه لا يستطيع إذن عندنا هذه القضية خطيرة جدا وإن كان فيه صحيح البخاري يقول عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله يعني ممكن في واحد فعلا يقرأ القرآن ويتلوه من باب الشفاء وهذه قضية مهمة جدا بعض الاحيان تقرأ القرآن من نية ماذا نية الشفاء ونية التأمل ونية التدبر فتجمع النوايا أو النيات مع بعضها البعض فتقول لنفسك هذا الأمر فإذا واحد قرأ ووضعت في يده مالا أو أخذ مالا إن أحق ما أخذتم به كتاب الله وعندنا أحاديث أخرى ينهى النبي صلى الله عليه وسلم في عن إيش عن أخذ المال من باب الرقية فيكون سبب ذلك الشيء العفوي اللي أنت قرأت فجاء واحد من المشايخ من القرآن فأنت أعطيته مال دون أن يتطلبه مش يقول لك إيش أعطيني وحصل هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم في واحد كان لديغ في القرية ومر عليهم الصحابي فأخذ يقرأ عليهم بعض الآيات فشوفي بها شوفي بها اختار آيات معينة وننزل من القرآن ما هو شفاء في بعض الآيات من خلال التجربة أكثر وقعا وكل كلام الله شفاء لكن القرآن يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء من حالة إلى حالة فتروح أنت لهذا المريض وتقعد تقرأ عليه فيتأثر ببعض الأوراد يتأثر ببعض الآيات دون بعض وهذه التجربة أنا رأيتها بعيني بعض الآيات وقعها قموا جدا على النفس وهذه تعود من بابش التجربة آيات وآيات وإن كان القرآن كله شفاء بالمناسبة فعندما تقرأ لقرأ هذا الصحابي على اللذيق فشوفي ببعض الآيات التي قرأها فأعطوه إيش؟ أعطوه إيش هدية شكرا على هذا الأمر الذي يعني فعلته فينا وأنه سيدنا شوفي من اللذغة أعطوه له العلاجات وأعطوه له بعض الأدوية ما شوفي بالأذكار بالرقيا شوفي نفث عليه بعد أن قرأ هذا الأذكار فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر فقال عليه الصلاة والسلام وأعطوني سهما يعني جزء من إيش؟ من هذه الهدية التي جاءتكم من سيد القوم إذن ممكن بعض الناس تقرأ القرآن عرفت بالأذكار وعرفت بالطاعة والبر الأصل عدم أخذ المال لكن لو أعطي شيئا من أحد أو كانت هدية يمكن إيش؟ أن يتقبلها هكذا أيها الإخوة أيها الأخوات يسهم المجتمع المسلم في التحصن بالله في الاستعانة بالله في التقوي بالله وكم والله مرت حوادث صعبة في غاية الصعوبة فينجي الله سبحانه وتعالى هؤلاء الناس ببركة هذه الأوراد والأذكار هذه قضايا باطنية لا تعلق بالله سبحانه وتعالى حصلت على مر التاريخ منذ زمن النبوة وإلى زمن الخلفاء ومن بعدهم الأوراد والأذكار المستمرة تقل إنسان من المرض وتقيه بإذن الله وتحصنه وتعينه في مستقبل حياته وإلى لقاء آخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نمضي على سنن الهدى وعن المبادئ لا نميل بالعزم نجتاز المدى ونسابق الدرب الطويل نفرط وجودك في الحياة وكن كما وقع المطر وانثر حروفك في السماء نورا كما ضوء القمر بالعزم هيا نمضي سويا نسمو ونرقاه فوق الثريا لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل